السلام عليكم على السلامتكم الناس الكل مرحبا بكم معايا من جديد فيديو اليوم ان شاء الله باش تجوفوا مبعضنا دريقة تحذير مرقة تونسية اللي هي مرقة الجلبانة بالجاج والجنارية توا ما شاء الله وقت الجلبانة والجنارية نلقاهم طريين وبنينا على اللخر الجي خليكم معايا شوفوا تفاصيل الكل في الفيديو نبدأ هنا على بركة الله وحتيت تنجرة على النار حتيت تسخن وحتيت فيها تقريبا في الميزان تسعين مليلي لتر زيت نباتي وقصيت زوزك عبية تبصل البصلة يعني متوسطة في الحجم مش كبيرة برشة مش صغيرة قصيتهم بالطريقة لتشوفه فيها في الفيديو وباش نحطهم يتقليو على النار تقريبا مدة دقيقتين ثلاثة دقائق وديما نحركوه من وقت الى اخر نحركوه حتى اللي نحسوا اللي اللي بصل بداي ذبال كما تشوفو فيه في الفيديو وشوفت الهني لبصل ببيل ويعني تغير اللون بتاعه توا باش نحط الجيج لهني يعني الجيج لهني حسب افراد العائلة الجيج هذيك خصلته مليح حتيتوا نفخته في الماء والخل وعصرت عليه القارس وبعد حتيتوا يستقطر بلقدي 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 باش نحط الجيج يتقلى مع البصل شوية كي كمود دقيقتين ثلاثة ومننسوش جيما نحركوه حتى لين شوفتوا الهني اللون تاع الجيج تبادل تقلى شوية توا باش نبدأ نفوح جيج نفوحه يعني كما العادة شوية كوركم شوية فلفل اكحل شوية كليل وزعتر بودرة وشوية كمون الهني مش باش نحط الملح على خاطر مش مستعمل الهريسة العربي ملحة دونك مش بتويكة باش نحط الملح بعد من نكمل نطيب كل شي نضوق الملح كين نقص شوية نزيد في اللخر حتيت حسيلو الهني من كل حاجة حتيت نص مغرفة بقهوة هكيكا كوركم وزعتر وكليل كيما قطت لكم شوية فلفل اكحل وشوية كمون حركتو مكية شوية وبشن كمل نحط الهني الهريسة العربي هذه الهريسة العربي راهي محلولة في المياه حتيت مغرفة وشوية أنا يعني في العادة نحط مغرفة ونص معبية بالكديو ولكن اليوم حبيت نقص شوية خطر والدي صغير نحب ويستنس انو ياكل معنا مكلتنا هذيه يحب حرحر يزيدي حرحر يزيدي حرحر يزيدي حط شوية اخر كمية متع الفلفل الهريسة هذيكا وحتيت زوز مغرفة كبار تماطم معجونة تماطم كنصودخي هذيكا متع الحكا وبيش نحرق هكيه الكل بشن خلي اتقل شوية مع كالخليط هذيك الكل هنا بشن زيت شوية ماء سخون وكهو وشن خلي تماطم تتقل عليش حزيت شوية ماء بشكل الفحات اللي حتيت تم ما يتحرقوا ليش بشن نحرك هكيه شوية وشن خليهم يتقلوا من دقيقتين الى ثلاثة ومن ننساوش ديما نحركوا الطنجرة ملتعاتنا بعد ما خليط تماطم تتقلع بالكديل هنا زيت ورقة رندوم سيتها قبيليكا كما حتيته ايش اه ملتقي قليل تليفة حتيتها كيف تباو باش نزيت الفلفل زينا الفلفل زينا الفلفل مرحي هذيه موش حار برشا حتيت مغرفة متى قهوة مع بيا وكين حتو الفلفل زينة يجب ان يتقلع على خطر ان يتقلع ينجم بعد يسيب طعام المرارة في الماكلة و نمرق الجيج و نمرقه بماء سخون ديما كي نمرقه الطنجرة بشكل الحم و كل الخضر اللي حاطينيها تكمل في عملية الطهوة متاحة لهنا امرقت بماء سخون و باش نزيد شوية اخر و باش نخلي الجيج يتيب واحد و شوية ساعة متاع درجين اربوع ساعة قبل ما نحط الجلبانه والجنارية على خطرهم طريين على الاخر و ما يطلبوش برشا وقت في الطيب هاكوة ويكل هنا نغطيها و نخليها طيب بتاع قلت لكم درجين اربوع ساعة خطر يعني الجيج ما فيه شروح و نمشي في الوقت هذيك نمشي نكمل القشر الجنارية اليوم حبيت نشارك معاكم طريقتي في تنظيفها على خطر فما برشا مو بتتقاتي نجموا يشوفوني يعني ولا يتابعوني نحب يعني نوريهم يعني كيفاش نقشروا الجنارية فمع بيت بالحق ما تعرفش فما مو بتتقات اول مرة يدخلوا الكوجينة دونك الجنارية لازم نحضروا بحذين صحفة فيها ماء دي جاوكا بديت انا نقشر فيها نحطوا صحفة كيف فيها ماء و نعصروا فيها قارس لاني اخديت قارس لقصيت على زوز اشتر عصار طفوس الماء هذيك بش نحط فيه جنارية و اشتر الاخر وقت اللي انقشر الجنارية دي غيك تومو ندهنها بالقارس و نحطها في الماء بش ما تكحالش قطر في صفيصة رهي تكحال الجنارية كينقشروها كينقشروها نيخذ ساكينة نستعينه بساكينة كيف نهكاية و نبدأ و نتابعوا من اللوطة كلاوراق شفتو كل اوراق متى الجنارية فيهم كالفوق فوقانية هذيكا تتاكل رهي كينعندكم صغار بحذيكم يعني خليهم يكلوا مرام صحية على الاخر و ابنينا ملوخوها مش هذوكم نكملوا نقشروا الجنارية بالطريقة اللي يقص لكم عليها كي دي ما بساكينة تسهل عليكم برشا الخدمة و بعد ما نكملوا نحيو لكلاوراق هذوكم الظاهرين تقعدها كي كتاو بش نقصوها نتابعوها بساكينة هكي نتابعوها و نحيوها نقصوها قد قد كسيق هذيك بش نقص منها شوية انا و نقشرها شفتو كيفيش نقشرها كي من خليش شكل اخضر هذيك نقشروه من بعد الناحي اكد دخليني شفت نتابعوه بساكينة سهل على الاخر فمشكون يستعمل لمغرفة ان تظهر لي ساكينة اسهل في سافيسها ايخر شفتو ما شاء الله خرجت انظيفها تولدنا هكي بالقارس بالكدي فبشكون زدي حت لها الفارينة انا متعجبنيش يعني جزء القارس يفي بالغرض يعني ندهنوها بالكدي بالقارس و نحطوها في الماء و نكملوا بنفس الطريقة حتى اللي نكملوا و نقشروها الكل هنا نرجع نتفقد الجيج متاعي اذا قيتوا تقرس باش نرمي جلبانا و نرمي للبطاطا و نرمي القنارية هذو ما ثلاثة حاجات توقيت وقتهم و يتيبوا يعني فيسا فيسا ما فيهم شي روح تريين على الاخر على خطر ما يطلبوش اكثر مربع ساعة انهم يتيبوا يعني كلها على بعضها ما تقعدش يعني ساعة غير ربع حقيقة تطيب في القنار هي خطر الجيج ديشا تريع على الاخر و ما فيهاش روح القنارية و البطاطا و كل شي كيف كيف هنا القنارية ووقت اللي نقشروها ديما نخليوها في الماء و في القارس هذيك حتى اللي نجي نرميوها في المرقة يعني باش ما تكحالش ديما نخليوها في الماء كاها و نحركوها الهني باش نتفقد لها انا المرقة متاحة الهني كان سافا يعني يظهر لي نقص شوية بار كخطر يعني جروة متاحة هكا بهي شفتوا سافا هكاية اما ما ننسيوش اللي هي مازات باش تغلي باش يطيبك الخضر اللي حتيناها على ذاك الهني باش نزيدها شوية خروقها ونزيدوها ما سخون ما نزيدواش ما بارد باش نزيدها شوية ونغطيها ونخليها متى اربع ساعة مش اكثر من اربع ساعة ونتفقدها نتفقد يعني البطاطا والجنرية نتفقدهم على خطر كان يطيبوا اكثر من لازم يعني يتغفصوا قولوا احنا بالتونسي يتغفصوا معاش نلقاوهم بعض في المرقة في الاثناء الهني باش نرجع بعد اربع ساعة ارجعت شوفوا ما شاء الله ستات زيتها احنا نقولوا قرت زيتها المرقة خطر خليتها على نار هادية باش نتفقد البطاطا والجنرية الهني ظهرولي نقصين شوية نقصين شوية كهو باش نزيدوهم شوية وكهو نزيدوهم شوية وبعد نرجع انا حضرت شوية معدنوس وشوية بسال الاخضر باش نحطهم الفوق يبنو على اللخر بعد شوية نزيدها معدنوس وبسال الاخضر وشوية بسال الاخضر باش نرميه من اللخر كهو باش نخليه يغلي باش نخليه يسيب كالبنة متاعو وشوية فلفل اخضر باش نفوحوا شوية ملح وشوية فلفل اكحل هذيك باش نخلطهم ببعضهم وباش نفوح كل قرن باش نشوقوا هكا في اثنين شوفوا من داخل كان فيه حاجة يعني شوفوا من داخل نفوحوش لطلع الساعات سبحان الله فلفل مدود ولا حاجة ما نحطوهش ما نرميهوش كيبدا لاباس عالين فوحوها كيب شوية فلفل اكحل وملح نحاولوا هكا شوفوا نضرب نضرب بالسكينة بشكل فاحلي حتيتو كل يتوازع على القرن فلفل بعد اللي يجيك القرن فلفل يقاهم فوحوا بنين يزيدي بان ان المرقة هذي فوحوه احنا بالطريقة هذي وكهوه هذي كهوه يعني من فوحوش بالتابل والملح تابل والملح كين كيبش نقليوه اما كيبش نرميوه هكا في مرقة ولا مرقة متاع كوسكسي ولا متاع مقرونة فوحوه يعني بالفلفل اكحل والملح هوكا الهني رجعت بعد دقيقتين ثلاثة هكيكا بش نرمي الفلفل بش نرمي الفلفل وبش نرمي شوية معدنوس وشوية بصل من الفوق وبش منخليه يشتغلي لهني بش نغم الطنجرة متاعي ووج نطفي عليها النار وبش نخليه كل الفلفل والبصل والمعدنوس يذبالوا بكل سخانة متاع الطنجرة بش نخليهم يغليوا ديجال هنا مازل الوقت على وقت العشاية عملت هنا عشاية هذيه وبش نفتروها من غدوة ديمها كيكا اينا يعني نحضر حاجة نتعشيو منها ومن الغدوة نفترو سيختو كيبديو صغار قاعدين في العطلة وكن في الصباح خاطنت لهيه نقريهم وكل شي نلقى فطوري حاضر يعني هاوكا طويكا بش نطفي عليها وبنغطيها وبعد نرجع نلقى كل البصل والمعدنوس والفلفل اللي حتيته اذبال بكل سخانة هذيه هذيه هي المرقة متاعنا بعد ما طابت شوفوا ما شاء الله نوريكم لهني الجروة متاحة يعني المرقة متاع جلبينا مجيشي خاطره برشا ومجيشي جيريز اذا شفتوا كيف او كعينكم ميزان كومنتو ما كان نقطة شوية ما يزيدوها ودي ما زيدو ما يسخون هذيه هي المرقة بتاعنا اليوم ان شاء الله يا ربي اي مبتدأ تتفرج فيها اليوم في الفيديو تستفيد من الفيديو واتابع الفيديو ان شاء الله بقدرة ربي تنجح فيها من اول مرة فمع بيد قالوا لي ماستعملوش الهريسة العربية في الماكلة متاحهم يستعملوا الهروس يعني نفس الطريقة طيب وبنفس الطريقة فاو بنحطوا الهريسة العربية نحطوا الهروس وبنسبة الكمية الفلفل ولا الهريسة ولا الهروس عينك بيه زينك كل واحدة وقدش تحبها حارة تحبها مش حارة هذي هي مرقة الجلبانة ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو وانا توما بقالي كيف شكو لكم في امان الله وسلام عليكم